الدرجة التانية في ألمانيا دوري قوي جدا وشايفين دي كمان أهداف مؤسرة يعني ما شاء الله كمان بيحرز من قرات سابتة بشكل أكتر من راعي وكان قابلها جاي بجنب دماغه فيعني عمل عمل شكل كويس قرات السابتة دي كمان لها قصة بعد كده يمكن هو كامل من أرمانيا بيليفيلد ولعب لهومبورج ولعب لأولدنبرج وسنة 94 أخد خطوة تانية يمكن هي من الخطوات بقى القوية في مشواره أنه انتقل من الدوري الألماني درجة تانية لبقى الوبوبنزليجاتو لأنه يلعب للدوري النمساوي في الدوري النمساوي يمكن عظيمة لعب لفريق شتاير شتاير كان دوري ممتاز في وقتها يعني لعب في الفترة دي دي أهداف له ده مثلا في أستيريا فيينا برضو من ضربة سابتة ممكن معظم أهدافه في الدوري النمساوي جاب خمس أهداف في الدوري من ضربات سابتة فالصحافة النمساوية وقتها أطلقت عليه أنه عين الرادار أنه عين الرادار المصري عظيمة سجل أهدافه لعب مباريات كبيرة هناك وصل أنه لعب كان هو تاريخيا عظيمة هو أول لعب مصري يشارك في بطولة أنتر توتو كاب وأول لعب مصري يسجل هدف في البطولة دي كان برضو مع أستير سجل هدف إيراكلس اليوناني وسجل ولعب قدام آنتراخت براونشفايك برضو في البطولة دي وعمل مانشات كبيرة جدا الحقيقة كانت دي تجربة لعب مصم ونص مع أستير وقدم مستويات كويسة جدا دور النمساوية في الوقت ده كان بيبتدي يتطور ويعني أعتقد أن التجربة النمساوية هي بالنسبة له كانت الأكثر ظهورا في أوروبا في الوقت ده ترجمة نانسي قنقر